اهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد في هذه المحاضرة رح نتعلم كيفية تصميم ملصق لمخرج طوارئ باستخدام برنامج وورد تابعونا في البداية رح نمنح كورس مدفوع هدية لفائز من اصدقائنا الاعزاء حتى تدخل بقرعة الفوز بالكورس المدفوع يرجى تسجيل الاعجاب مع وضع تعليق في هذا الفيديو اولا رح نغير اتجاه النص الى افقي من خلال قائمة تخطيط ومن ثم الاتجاه ومن ثم نختار افقي الان من قائمة ادراج ادراج اشكال رح نختار شكل مستطيل او شكل مربع وطبعا رح نضيف شكل بهذه المنطقة تقريبا اكثر من نص او من نصف الورقة وطبعا من قائمة تنسيق تعبئة الشكل رح نختار هذا اللون الاصفر الغامق رح نكبر الحجم بهذا الشكل بحيث يعبر حجم الورقة وطبعا المخطط التفصيلي رح يكون بلا مخطط تفصيلي بنفس الطريقة رح نرسم شكل اخر وطبعا رح يكون بالاسفل ورح يكون باللون الاسود طبعا من قائمة تنسيق رح نختار اللون الاسود والمخطط التفصيلي رح يكون بلا مخطط تفصيلي الان من قائمة ادراج اشكال رح نختار السهم طبعا هذا هو السهم رح نرسم سهم بهذا الشكل وطبعا رح من النقطة الصفرة رح نقلص بارتفاع السهم وايضا طبعا ممكن ان يكون ارتفاع السهم بهذه الطريقة وطبعا رح نزيد من عرض السهم بهذا الشكل وممكن نصغر السهم كله بشكل كامل من قائمة تنسيق الشكل رح نختار لون الاسفر وطبعا بلا مخطط تفصيلي ورح يكون بهذه المنطقة بنفس الطريقة رح نستنسخ من خلال نضغط على كونترول طبعا الاستمرار بالضغط على كونترول ونسحب بحيث تكون نسخة جديدة الان من قائمة ادراج صورة طبعا رح نضيف هذه الصورة الخاصة بالملصق ورح تكون مرفقة مع هذا الفيديو الان بشكل مباشر قبل ما نضغط على اي مكان اخر من قائمة تنسيق التفاف النص نختار امام النص طبعا رح يكون الصورة او الشكل بهذه المنطقة رح نحاول ان الصورة تنزل الى الاسفل بحيث تلامس الجزء السفلي بهذا المكان طبعا السهم رح يكون بمسافة ابعد بهذا الشكل ممكن طبعا نرفع الاسهم الى الاعلى بحيث تكون بمستوى اليت الان من قائمة ادراج مربع نص رسم مربع نص رح نرسم مربع نص كبير بهذه المنطقة وطبعا رح نكتب باللغة العربية مخرج طوارئ طبعا في حال لو حبينا نكتب بالانجليزي لا بس الخيار مفتوح طبعا رح نكبر حجم النص ورح نختار نوع خط وليكن هذا الخط طبعا يكبر بهذا الشكل او ممكن نختار فونت الجزيرة بهذا الشكل فونت جميل ولطيف رح نكبر بعض الحجم طبعا ممكن يكون 130 وطبعا من قائمة تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ولا ننسى انه نغير لون النص الى اللون الاصفر بهذا الشكل طبعا رح يكون النص بهذا المكان وطبعا مثل ما نلاحظ ملصق جميل واحترافي طبعا بإمكاننا انه نطبع هذا الملصق او ممكن طبعا الرسلة الى شاشة ممكن تكون شاشة الكترونية موجودة بموقع البناية اشتركوا في القناة